تعويسة سحرية بسيطة جداً هتساعدنا نعبر عن الشخص الاجتماعي والشخص الغير اجتماعي وكل ده في ديئة واحدة بس عشان نحضر الشخص الاجتماعي محتاجين كلمتين كلمة people معناها ناس وكلمة person معناها شخص لو قلت على اي شخص he is a people person معناها انه شخص اجتماعي اما بقى التعويسة بتاعت الشخص الغير اجتماعي فدي محتاجين برضو كلمتين عشان نحضرها كلمة private معناها خاص وكلمة person معناها شخص لو قلت على واحدة انها she is a private person معناها ان هي شخص غير اجتماعي او شخص انطوائي سبلي تعليق اعرفني فيه اذا كانت تعويزة قصد الفيديو عجبك ولا لا نستنيك الفرق بين voice و sound في 10 ثواني بمنطقة البساطة كلمة sound بتطلق على اي صوت بيصدر من اي حاجة حواليك زي ده مثلا اما كلمة voice بتطلق على صوت بين قدمين بس حرف L يا طريق امتى ممكن يجي في الكلمة ومن انطقوش حرف L حرف عادي جدا زي اي حرف في اللعه الانجليزية لكن لو جي قبل ايه ثلاث حروف ساعتها ما بيتنطقش بيبقى silent طب ايه هم الثلاث حروف دول اول حرف هو حرف U فلو جي قبل حرف L حرف U ساعتها يبقى silent ومش هيتنطق زي كلمة would و could و should ولو جي حرف A وبعديه L واحدة ساعتها هيبقى silent زي كلمة walk و talk اما لو جي بعديه double L يعني اتنين L ساعتها هيتنطق عادي زي wall و mall اما لو جي قبل حرف L حرف O فدي لها حالتين اول حالة يعني يجي في اخر الكلمة vowel وساعتها هيتنطق عادي زي كلمة mall اما لو جي في اخر الكلمة حرف constant ساعتها هيبقى silent زي كلمة folk اتمنى اكون استفدت الفارق بين اصوات الثلاث حروف دول في ديئة واحدة صوت حرف A بيبقى طويل بقول ا ا ا ا ا بطول كده وانا بقول اما صوت حرف E بيبقى ا ا ا ا وصير ببطولوش لو اقولش ا ا ا لا بقول ا ا ا ا ا ا ا اما صوت حرف I بكسر لتحت والتن ve win ا ا ا ا ا ا طب ما عليش بس ادي المثال عشان نفهم ا اتمنى لو عندي التلاث كلمات اللي فوق دول نقط الكلمة الاول extinction دي عشان فيها اى ستبقى l זה lagög ونقط الكلمة التانية عشان فيها ايه وقلنا انها حارة اما صوت الكلمة التالت حى يبقى už يبقى لج يبقى لاج لاج اكتب بقى الثلاث كلمات اللي اقول لهم دول في التعليقات شا اتأكد لك فهمت ماد 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 مستنيك كلمة معلش وكلمة ولا يهمك وكلمة حصل خير كلمات بنستخدمها كتير في اللغة العربية طب لو عايزين نعبر عنهم باللغة الانجليزية يترى نعبر عنهم ازاي فمثلا لو واحد نتداق وزعلان وانت عاستوا واسيوا و تقول له معلش يعني كلمة معلش ده تريحه يعني فهتقوله ايه؟ هتقوله أما بقى لو انت اللي مزعله فساعتها هتروح غصب عنك ورجلك فور قابتك وتقوله يعني أنا آسف ما تزعلش وهو هيرد عليك برد من اتنين يا إما هيقول لك رد يبين ان هو فعلا سمحك وانه خلاص مش زعلان وساعتها هيقول يعني خلاص انا مش زعلان ما فيش مشكلة أما بقى لو هو بيقولك خلاص مش مشكلة وما يهمكش بس أنا برضو زعلان ساعتها هيقول never mind never mind يعني ولا يهمك يعني مش مش بيقولك وكرا وخلاص بيهودك لكن هو فعلا زعلان قولي ازا كنت استفادت ولا لا وقولي لو حد قالك معلش انت زعلان هتصرف ازا يعني ايه متواضع بالانجليزي علشان عبر عن كلمة متواضع ممكن استخدم كلمة من اتنين يا إما استخدم كلمة humble humble يا إما استخدم كلمة modest modest هما الاتنين ممكن يعبروا عن شخص متواضع أو شيء متواضع ولكن يفضل ان نستخدم humble مع الاشخاص يعني لو عايز اقول ان شخص متواضع اقول he is a humble person اما لو عايز اوصف شيء بانه متواضع فيفضل ان نستخدم كلمة modest فمثلا لو عايز اقول جمال متواضع هقول modest beauty modest beauty modest beauty اقول استفدت من الفيديو ولا لا وما تنساش تعمل مثال وتحطه في الكمنتز عشان اصلحه لك مستنيك في بعض الكلمات لو تقلت من واحد امريكاني يبقى لها معنى ولو تقلت من واحد بريطاني يبقى لها معنى تاني خالص زي الكلمة اللي معنا دي والكلمة دي لو قاله واحد امريكاني هيقولها بالطريقة دي I'm pissed I'm pissed I'm pissed وساعتها هيبقى معناها ان انا غطبان او متضايق او متنرفس اما بقى لو واحد بريطانيا هيقولها بالشكل ده I'm pissed I'm pissed مش عارف ازا كنت عملتها صح ولا لا بس هو عايز اقول انه هو سكراني يعني فانا مش عارف ازا كنت جبت سكران دي صح ولا لا لو عجبك النوع ده من الفيديوهات اكتبلي في التعليقات وعجبي Word of the day كلمة اليوم هي الكلمة دي والكلمة دي اسمها بالامريكان اكسنت فلوريست فلوريست وفي البردش اكسنت اسمها فلوريست فلوريست ومعناها محل بيع الورد او بيع الورد نفسه اعمل جملة عليها واسبها لي في التعليقات نستنيك الفرق بين in time و on time في عشر ثواني لو عندنا اجتماع الساعة خمسة واحمد جي الساعة خمسة بالضبط يبقى احمد arrived on time اما لو احمد جي قبل الاجتماع بدئتين ثلاثة يبقى احمد arrived in time وبس النهاردة كان عندي شول في المدرسة فدي عشان اقولها بالانجليش اقول الي احضر لتعليقات في المدرسة الي احضر لتعليقات في المدرسة بس البوابة مقفولة والبوابة اسمها gate بس البوابة مقفولة البوابة مقفولة يعني البوابة مقفولة انا مستني عم سيد ييجي يفتحها اقولها ات Lay down اتحرك على عم سيد يأتف 여기 اتحرك على المدرسة اتحرك على المدرسة اتحرك على المدرسة باي باي انا محبت جدا في فارق يا جماعة بالنطق الكلمة الاولية اللي هي اسمها Voice هي بنطق كده والكلمة التانية اللي هي اسمها Vice بص كده بس تركز معايا بس كده نص ثانية بس كده نص ثانية نص ثانية بس Voice 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 يقطعني هما الاتنين زي بعض طبعا الاتنين مش زي بعض يبقى محدش يجي يقولي انت نتقطع غلط في الفيديو عشان انا في الفيديو نتقطعه Voice Voice التانية اسمها Vice دي قصة تانية خالص يبقى انت ازاي تقولي ان انا نتقطع كده نتقطع كده ازاي يا مؤمن يا مؤمن حرام عليك ده فرق دي ودي زي فرق السماء والعمى حرام عليك